اشتفان رويتر ومركزنا الجيد هو حلم لنا هدفنا وخطتنا المحافظة على فرق أوكسبورغ بشكل مستقر في البونسليكا من المؤكد أنه ستكون هناك انتكاسات وربما سنضطر للهبوط إلى الدرجة الثانية لذا هدفنا أن نكون بين الفرق العشرين الأوائل في ألمانيا بحيث نستطيع الصعود من جديد وبسرعة في حال تعرضنا للهبوط وبالتالي نقوم بترسيخ حضور فرق أوكسبورغ أليس الحديث عن التواجد بين الفرق العشرين الأوائل في ألمانيا تواضع مبالغ فيه بالنظر إلى أداء أوكسبورغ في الموسم الحالي والماضي أيضا؟ لا ولكن الجميل أن يبقى الجميع واقعيين الناس في أوكسبورغ معرفون بتواضعهم وهذا أمر معلن طبعا لن نتوانى عن الحصول على المزيد ولكن طالما لن نزل نلعب بميزانية منخفضة جدا في الدور ففرق أوكسبورغ بدأ هذا الموسم بثاني أدنى ميزانية سيكون أمرا رائعا أن نجد خلفنا ثلاثة فرق أخرى في نهاية الموسم ما هي أهم الأمور بالنسبة لك في مجال عملك الاستمرارية أم الثقة مثلا؟ أعتقد أن الاستمرارية لها ميزة كبيرة ونحن لدينا علاقات ثقة وثيقة وهذا يسهل علينا اتخاذ القرارات ويعطينا أفضلية كبيرة على سبيل المثال الرئيس والمدرب وأنا مسؤولون عن اتخاذ القرارات لكننا نقوم بمشاركة الجميع بحيث يتحملون المسؤولية عن نجاح تطبيق هذه القرارات فستك لعب ببطولة العالم وبطولة أوروبا وجميع الألقاب الممكنة هناك فرق كبير بين إنجازاتك الشخصية وإنجازات نادي أوكسبورغ ما الذي يمكن لأحدكما أن يعطيه للآخر؟ ما الذي يمكن للمرء تعلمه أو تبادله بشكل يكون مربحا للجميع؟ أنا متأكد أن النجاح الشخصي كلاعب هو ميزة كبيرة بالنسبة لي لأن هذا يزيد من مصداقية لدى اللاعبين ولأنني لعبته لدى الكثير من الفرق الناجحة وأعرف جيدا ما هو المطلوب لتأسيس فريق جيد ومستقر هذا الأمر نجح بشكل رائع في السنتين الأخيرتين ونحن نحاول تثبيت هذه الإنجازات هل تستطيع دائما أعطاء لاعبك شيئا من خبراتك ونجاحتك؟ بالتأكيد أنا عيشت بنفسي جميع المواقف التي يمكن أن يمر بها لاعب كرة القدم وذلك خلال مسيرتي كلاعب فأنا حققت ما يكفي من الانتصارات ومنيت بهزائم قاسية أيضا أنا أدرك أهمية اللياقة والقدرات الجسدية وكذلك أهمية النجاح في اللاعب كفريق بتأكيد نحن لسنا قادرين على التعاقد مع أفضل اللاعبين الفرديين لكن يمكننا أن نكون أفضل فريق ضمن البوندسليغا ونحن نعمل يوميا لأجل هذا الهدف هل المدرب ماركوس فاينتيرل أكثر من مجرد زميل عمل أم أن هذا الأمر غير وارد في مجال عملك؟ نحن محظوظون جدا بوجوده معنا وهو بالتأكيد الشخص الأهم ونحن سعداء جدا لوجوده مع فريق أكسبوك العلاقة بيننا رائعة وأمل أن يستمر التعاون فيما بيننا لفترة طويلة لكنكما أكثر من مجرد زملاء بالطبع فنحن معا كل يوم الثقة موجودة بيننا وهذا أمر ضروري ومفيد بالطبع في حديث الأول مع المدرب قلت له أنني لم أفكر أبدا في هذا الأمر علينا فقط أن نفكر بما يجب تغييره وهذا التغيير لن يكون جثريا أنا لم يسبق لي أن هبطوا إلى دور الدرجة الثانية وأود الحفاظ على هذا الأمر يجب أن لا نتراجع أو نتراخ وعلينا متابعة اللعب بشجاعة علينا أن نلعب كرة قدم حقيقية وليس مجرد ركل الكرة فنحن الذين لاعبون جيدون في الفريق قادرون على نقل الكرة بالشكل الصحيح ويستطعون أداء مباريات كرة قدم متميزة ومتقنة هل استعلمت عن إمكانية الانسحاب من المشاركة في الدور الأوروبي؟ لا لم أفعل وإن تأهلنا فمن المؤكد أننا لن ننسحب نحن قلنا أنه في حال تحقق أمر كهذا فعلينا التفكير فيما يجب تغييره فيما يخص التحضير وتشكلة اللعبين وبقية الأمور الأخرى لكننا نخطط دائما بدون الدور الأوروبية ما زلتم تفعلون؟ أجل وإلى متى؟ حتى يتحقق الأمر ونصل إلى المسابقات الأوروبية بالفعل ودعا وأفضل التمنيات لبقية الموسم